وننتقل الآن إلى مدينة السلام مدينة شرم الشيخ حيث ينعقد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ قب 27 ونتحول إلى الزميل يوسف عبدين هناك بعد التحية يوسف يعني في نهاية اليوم التاسع من مؤتمر المناخ قب 27 كان هناك العديد من الفعليات والجلسات يوم حاشد وملئ بالأحداث استعرض لنا آخر المستجدات في اليوم التاسع لديك أحييك أميرة من هنا من مدينة السلام من مدينة شرم الشيخ حيث فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ قب 27 قمة التنفيذ وكما أشرت في يوم التاسع من فعاليات هذه القمة اليوم حمل اسم النوع المجتمعي والمياهي يعني يوم كان مقسوما إلى شقين الشق الأول تحدث عن النوع المجتمعي المرأة ودورها في مواجهة التغير المناخي حيث أن للمرأة عبء من تداعيات التغيرات المناخية من هنا كان هذا يوم لتسليط الضوء على دور المرأة عموما في هذه القضية وأيضا إطلاق منصة لمناقشة أهم التحديات التي تواجهها المرأة في إطار سعيها أو في إطار دورها لمواجهة التغير المناخي كما هو معلوم أميرة أن المرأة لها دور في الوعي المجتمعي في ترشيد الاستهلاك في حماية الموارد وأيضا في الإشراف على وعي الأسرة بالكامل من هنا كانت دور المعول عليه هو دور المرأة في مواجهة التغيرات المناخية الجلسات كانت كثيرة في هذا الشق كانت هناك جلسة رفيعة المستوى تناولت صوت القيادات النسائية في هذا الأمر وتسليط الضوء على قصص النجاح وربما تحديدا على المستوى المحلي فالدور المرأة المصرية لها دور مهم منذ أن كان هناك تعاونا بين المجلس القومي للمرأة ووزارة البيئة الكثير من المشروعات التي شاركت فيها المرأة فيما يخص الطاقة الجديدة والمتجددة وهنا يجب الإشارة إلى أحد هذه المشروعات وهو مشروع البيو جاز والتي شاركت فيه المرأة المصرية بكل فاعلية وهو إنتاج الطاقة النظيفة وأيضا إنتاج الأسمدة الصديقة للبيئة هناك الكثير من الجلسات التي عقدت في هذا الإطار وكانت في ختام هذه الجلسات توجد جلسة لمناقشة الرسائل التي نتجت عن هذه الجلسات لمناقشة مدى فاعليتها المرأة لها دور كبير في مسألة التغير المناخي وكان هناك نداء بالتركيز على أهمية التمويل لدعم المرأة في هذا الإطار لما لها من دور مهم الشق الآخر من هذا اليوم أميرة كان يتحدث عن المياه وما كما هو معلوم أن ملف المياه من الملفات التي تتأثر كثيرا بمسألة التغير المناخي رأينا جفاف في بعض الدول رأينا أيضا الفيضانات ومن هنا كان من الضروري الحديث عن أهمية إدارة المياه والأمن الغذائي بالتنمية المستدامة هناك كثير من الجلسات عقدت في هذا الشق هناك إطلاق رسمي لمبادرة أوير وهي العمل من أجل التكيف والمرونة في مجال المياه بالشراكة مع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية كان أيضا من أحد الأمور الهمة التي تمت مناقشتها اليوم هي مسألة الإنذارات المبكرة وإجراءات التكيف مع قطاع المياه والتأكيد على تنفيذ المبادرة التي أطلقها الأمين العام العالمية للإنذار المبكر ونضرة المياه وإجراءات التكيف والمرونة مع الجفاف وتم التأكيد في هذا الشق تحديدا أميرة على الشراكات ما بين القطاعين الحكومي والخاص فيما يتعلق بقطاع المياه والحماية من الفيضانات وحصاد هذه الأمطار القرى الأفريقية التي تتحدث باسمها مصر في هذه القمة قمة التنفيذ أشير إلى دورها وقصص النجاح فيها فالقرى الأفريقية لها بيع في مسألة الرأي الذكي والحماية من الفيضانات وحصاد الأمطار كانت هناك جلسة الأمن المائي والتنمية المستدامة وهي جلسة ضمت خمس حلقات نقاشية تناولت الحلول الملموسة للحد من نضرة المياه وتحسين الأمن المائي بطريقة مستدامة وتحلية المياه وإعادة تدوير مياه الصرف الصحي ورقمنت أنظمة إدارة المياه وفي هذا السياق كان لنا لقاء اليوم أميرة تناول أحد المشروعات التي تم مناقشتها في إحدى الجلسات عن مسألة تحلية مياه البحر بالطرق الحديثة وباستخدام الطاقة النظيفة جلسة الآثار والحلول للارتفاع في ارتفاع مستوى سطح البحر وهو أحد المسائل التي تأثرت كثيرا بالتغير المناخي من المتوقع إذا لم يتم التحكم في درجة حرارة الكوكب ربما ستشهد ارتفاع أكثر سنشهد ارتفاع أكثر في مستوى سطح البحر وهو ما يؤثر على مسألة المياه كما هي مهمة في الشرب والزراع هي مهمة أيضا في إنتاج الكهرباء بالوسائل وسائل الطاقة النظيفة والمتجددة وكما أشرنا من قبل أن في نهاية جلسات الشق المتعلق بمسألة المياه وتغير المناخ كانت هناك جلسة فيها تلخيص الرسائل والنتائج والإعلانات الرئيسية من هذه المؤتمرات من أجل التأكيد عليها قبل مؤتمر الأمم المتحدة للمياه في عام 2023 هذا كل ما لدينا اليوم فيما يتعلق أميرة بيوم النوع الاجتماعي والمياه وعود إليك مرة أخرى لك يوسف عبدين موفد التلفزيون المصري إلى مدينة السلام شرم الشيخ